خبر آخر وهو متعلق بقضاست البابا طوادرس قضاست البابا طوادرس بيترقص قداس عشية موعد دخول العائلة المقدسة مصر ربنا سبحانه وتعالى جزء من بركته على هذه الأرض إنه منحنا نعم كتير جدا وخد بالك ده ده جزء من نعمة من النعم ربنا أنعم علينا كلنا بدون استثناء واحد واحد فينا بزحمة من النعم لو إحنا بس أمعنا إيه التفكير كده بس هذه الأرض أرض مباركة فعلا ربنا سبحانه وتعالى بارك فيها بإنه خلى السيدة هاجر زوجة سيدنا إبراهيم جدة سيدنا محمد مصرية أدي بركة أنا بقولك على حاجات كده إيه ركز فيها شوي ده أنا بركته على هذه الأرض بركة بإنه التجلي يكون على أرض مصر عندما يعني طلب سيدنا موسى أن يتجلى له رب العزة فقال له مش هتستحمل لو الجبل استحمل جزء من النور الإلهي تستحمل إنت فكانت تجلي على هذه الأرض دي أرض مبروكة ومقدسة الحتة الوحيدة اللي تجلى عليها رب العزة يا خبرة بيض وتيجي البركة تكمل شوف بقى ربنا بيحب هذه الأرض إلى أي مدى مصر يا خبرة بيض فيبقى ربنا بيباركها بالعيلة المقدسة ييجي سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام وتيجي ستنا مريم عليه الصلاة والسلام وييجي سيدنا يوسف النجار العائلة المقدسة تيجي وتدخل إلى هذه الأرض فيبقى مبارك شعبي مصر ربنا عندما أراد الأمان للعائلة المقدسة بعتهم على مصر ما بعتهمش حتة تانية شوف سيدنا المسيح اتولد في بيت لحم بس عشان ربنا يحميه ويحافظ عليه يجيبه هنا يعني على كل وجب التنويه علشان بس حضرتك تبقى عارف قيمة البلد اللي انت قاعد عليها قيمة البلد اللي انت عيشت وتولدت وتربيت فيها قبا عن جد فتحافظ على هذه البلد قدر استطاعتك حاول طول الوقت اتفكر طول الوقت ازاي نقدر حافظ على بلدنا دي ترجمة نانسي قنقر